مرحبا حلوين و أهلا وسهلا في كل مدى جديد طبعا اليوم الفيديو رح يكون عن كلا هتو عبيل لأنه مقاعد فهاي رحبتكم من الحلقة الثانية وشكرا كثيرا اعتفالكم بالحلقة الأولى لالحلقة السابقة وكانت الأولى فشكرا يعني أنه عرفت أنها عجبتكم وراح أكملكم بسلسلة النهاية إن شاء الله فبس طبعا زي ما قلت لكم أنه أنا راح كل يوم أسوي لكم فيديو كل أسبوع فعني إن شراء بتكون كل يوم جمعا والمهم ما بدي أطول عليكم أول ما يعني قبل ما نبلش بالفيديو لا تنسوا اللايك واشترا سبسكرايب وكومنت ونشير هاشتاغ قرود مريوم وحمل توصيل مريم لعن 20 ألف مشترك وبس يعني نبلش بالفيديو وبعد شهر حسنا إذن مهل نحظة ليس لدينا حليب لا يعقل هذا حسنا إذن سوف أذهب لكي أشتري أنا بنفسي ما الذي تفعله؟ لا شيء جالس حسنا إسمع سوف أذهب لكي أقوم بشراء بعض الحليب لقد نفذ بندينا حسنا إذن اللقاء حسنا نتأخر اللقاء فقط سوف أعود بسرعة يا إلهي أشعر بالتعب الشديد حسنا إذن قد أجلت على الوصول إلى السبر ماركت ها هو حسنا إذن ها قد وصلت ها ماذا الآن؟ حسنا هذا هو سوف أخذو ها هذا يكفي سوف أكفينا لسبوعان على الأقل حسنا إذن أنا ذاهب لكي أشتري حسنا إذن شكرا جزيلا لكي سيدة شهية تفضلي فلتزرينه بجددا آه بالتأكيد حسنا إذن أنا ذاهب الآن للقاء اللقاء رفقك السلامة علينا أعود بسرعة الآن قبل أن نتأخر الوقت كما أنني أشعر بالتعب آه يا إلهي أشعر بالدوار الشديد ما هذا؟ آه أعتقد بأنني سوف يخشى عليه آه ماذا أفعل؟ آه وبعدها مدة قصيرة آه يا إلهي ما هذا الصوت الذي سمعته؟ أن أقيت من الخارج حسنا أذن سوف أرى ما كان هذا آه يا إلهي ما هذا؟ إنها سيدة على الأرض هي إلهي ما الذي تفعله؟ تبدو مريضة آه إن حرارتها متفعة حسنا إذن سوف أخلق المتجر الآن وأذهب به إلى المستشفى حسنا إذن سوف أتصل بالإسعاف بسرعة آه وبعد أن وضعتها في المستشفى آه حسنا إذن آه سوف أضعها هذه هنا آه آه معذرتا كيف حالت تلك السيدة الآن؟ آه إن حالتها مستقرة حسنا إنها جيدة آه إنها قد تكون فقط مجرد أعراضا عادية حتى الآن آه حسنا إذن هل أنت قريبتها أو ما شابه؟ كلا في الواقع لقد وجدتها فقط من قاتلنا على الأرض بجرد متجري آه سوف أعوده الآن حسنا إذن يمكنك العودة ونحن سوف نحاول أن نتواصل مع أي فرد من أفراد عائلتها أو ما شابه حسنا إذن شكرا جزيلا إنك إنا ذاهب الآن للقاء آه إلهي إن هناك أحد يتصل بي آه إنه هنا المستشفى حسنا إذن سوف أرد آه حسنا وبعض إن أخبرته الطبيبة بكل شيء آه إلهي المشكلة لماذا قد ذهبت إلى المستشفى بهذا الشكل؟ قد بأنه سوف تذهب ونسق في حزب حسنا إذن سوف أخل السيارة وأذهب إلهي بسرعة آه وبعد أن وصل إلى المستشفى آه إلهي لقد تعبت كثيرا حسنا أنا إنه هي آه معاذرة هذه هي آه غفة السيدة مارلين آه أجل هذا صحيح إنها هي آه حسنا إذن يمكنك أن تدخل وتزوجتك آه قلت شكرا لك لكن آه لا تعرفين لماذا قد نقلت إلى المستشفى وأغمى عليها وهكذا لماذا كل هذا؟ حسنا في الواقع إنها مجرد عراض طبيعية يا سيدي آه ما تقصدين بعراض طبيعية آه حسنا في الواقع إنها طبيعية جدا لأنها حامل ما تقصدين بحامل آجل حسنا كل الفحوصات قد بينت هذا حسنا أنا لا أصدقك ما الدليل إذن؟ حسنا إذن سوف أحضره إليك حسنا إذن هذا هو الدليل تفضل إليك سيدي آه لكن كيف؟ إنها لا تستطيع أن تحمل آه أكد كل الفحوصات قبل أنها لا تستطيع و حسنا في الواقع يبدو بأنها قد أخذت شيئا معينا أو ما شابه لا أدري لكن بعض الأضوية فقط هي لشتسمحة بحدوثي هذا حسنا إذن بعد إثنك سوف أضع هذا مكانه آه حسنا إذن آه الآن إذا أردت أن تدخل للرقية يمكنك أن تدخل آه لا يوجد أي مانع تفضل آه حسنا إذن أنا ذاهبة الآن من هنا إذا أحتجت أي شيء يمكنك أن تلادي أي طبيب حسنا سوف أدخل آه أنت مستيقظة آه أجل ماذا هناك؟ لقد عرفت كل شيء آه عرفت ماذا؟ آه حسنا أنك حامل آه أنا آسف أني لم أخبرك في الواقع لقد كنت أريد أن تكون مفاجأة حسنا ومن مفاجأة في هذه حسنا إنها هل هذا أمر جيد؟ إنه أمر سيء أنت تعرفين أن هذا خطر عليك لأنك حسنا هذا خطير آه أعرف هذا في الواقع لكن حسنا أنا أريد فقط طفلا أنا لكن هذا طفلا في أقوم بإضاءة حياتك تفهمين؟ آه لا بأس حسنا أنا آه أنت مجنون حقا لن سوف أذهب آه يا إلهي ما به آه إذن أنه حقا غاضب حسنا إذن لا بأس وفي اليوم التالي آه مرحبا سيدتي كذلك الخروج الآن آه حقا حسنا إذن شكرا لك آه حسنا إن زوجك ينتظرك في الخارج هيا تعالي سوف أقوم بتسنيتك فقط إلى الخارج هيا تفضلي كلا تتعال أمشي بمفردي في الواقع حسنا هيا فقط آه إنها الأحتيات فقط هيا تفضلي آه حسنا إذن فقدك السلامة يمكنك الذهاب الآن إذا حتشت أي شيء أو مرتك أو ما شباه يمكنك أن تعود إلى المستشفى حسنا آه حسنا بالتأكيد هيا من سوف أذهب الآن وبعد أن وصلوا إلى المنزل آه في الواقع عنا اسمع عنا آسفة أني لم أخبرك حسنا أنا فقط كنت قلت أطفالا حسنا لا أكثر آه حسنا إذن لماذا تذكرنا هذا مولتي دينا آه وإضا آه يمكنك أن تكون إيجابيا أكثر يعني يمكنني إذا يوم الولادة يمكنني أن أعيش حسنا آه ليست كل إحتمالات أن أموت حسنا آه حسنا إذن لا بأس هيا شكرنا لك حسنا إذن سوف أذهب الآن تلاول الطعام وتريد أن تأتي كلا كلا أنا بخير حسنا إذن سوف أأكل بمفردي وبعد تسعة شهور إنه في يوم الولادة يعني أوكي أوه يا إلهي أشعر بالقلقة الشديدة إذن متى سوف تخرج أوه آه سيجي مبروك الطفلة هل الطفلة بخير أجل إنه الطفلة على أحسن حال حسنا إذن سوف أذهب الآن أعتقد بأنه لا فائدة لديه الآن سوف أذهب حسنا ماذا عن ماذا عن زوجتي؟ آه تلك السيدة أنا في الواقع آه السيدة حسنا في الواقع لقد أخبرناك بأن الطفلة بخير أجل أعرف بأن الطفلة بخير ماذا عن زوجتي؟ في الواقع إنها آه حسنا لن تعيش إلى الغد ماذا تقصدين بلن تعيش إلى الغد يعني آه إن حالتها لاست مستقرة آه لقد حسنا آه كما قالت لن تعيش إلى الغد حسنا إن حالتها خطرة جدا آه إذا أردت أن تدخل أوريتها يمكنك أن تدخل حسنا لا يوجد أي مانع بتاعدي عن طريق الآن سوف أدخل آه سيدة مهل آه 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 مارلين ماذا يوجد؟ آه كيف حالك يا هل أنت بخير؟ آه 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 كيف آه 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 هذه الطفلة أنا لطيفة جدا حسنا إذا سوف تكون ابنتك من الآن فصاعدا حسنا اهتم بها جيدا من فضلك حسنا لأجل آه ما تقصدين حسنا أنا وأنت سوف نهتم بها حسنا لا تقول لهذا الكلام هيا يمكنك أن تقوم الآن صحيح؟ هيا نذهب إلى المنزل لا أستطيع أنا آه آه ما أنا نلاحظة لماذا تجاوبني زوجتي؟ ابتعدي عني آه سيدة اسمع من فضلك آه سيدة اسمع من فضلك انها حسنا هذا ليس الضغططنا انها زوجتك حسنا آه لم يكن علي أن تحمل من الأساس حسنا آه 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 أنا أسفة على هذا آه ما هذه المستشفى بعد ثلاثة عوام فقط انه من هون راح تبدأ البنت بانها تكبر وبعدين هو راح يهتم فيها بنفسه و راح تبدأ الاحداث هاي من الحلقة الجاية ان شاء الله فانه استنم الحلقة الجاية راح تكون حلقات احسن ان شاء الله وبتمنى انها تكون حلقة عشبتكم وبس لا تنسوا اللايك اذا اجبتكم الحلقة واشاشار واسبسكرايب وكمنتوا ونشره جروناليوم وحاي متفصلين لعاشر سوري وحاي متفصلين لماريمن لعشرين الف مشترك كنت راح اقول لعاشر تلاف المهم نو بس باي باي بشهكم من بيديو الجاي باي باي اشتركوا في القناة